اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس ولا تنسوا دعم المقطع بلايك أسعد الله وأوقاتكم مشاهدنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقة قناة طيور تيفي وحلقتنا لهذا اليوم موجهة بالأساس لمربي الأرانيب المبتدئين إذ سنتحدث عن برنامج تحصين الأرانيب ضد الأمراض يتم التحصين ابتداء من عمر الشهرين بالتحصين الفورماليني إذ يتم بجرعة 1 سنتيمتر تحت الجلد وأيضا يمكن التحصين الأرانيب الكبيرة 2 سنتيمتر تحت الجلد ويتم تكرار هذه العملية كل ثلاث شهور وبصفة مستمرة خلال السنة ويفضل أن يتم هذا النوع من التحصين شهر 3 وشهر 6 وشهر 9 وشهر 12 ثم هناك التحصين ضد التسمم الدموي الفيروسي يتم هذا النوع من التحصين ابتداء من عمر شهرين إلى 3 أشهر بواقع 0.5 سنتيمتر تحت الجلد للأرانيب الصغيرة والكبيرة ويتم تكرار التحصين بصورة دورية خلال السنة وبانتظام ويفضل التحصين في شهر 6 وشهر 12 ثم هناك التحصين الكوريستيديا أو ما يعرف بالنفاخ يتم عند الفطام بجرعة 1 سنتيمتر تحت الجلد مرة واحدة بالعمر وعند تحصين الأرانيب الكبيرة أو في سن غير سن الفطام يتم إعطاء جرعة 2 سنتيمتر تحت الجلد وتكرر كل 6 أشهر من السنة وهنا لا بد أن تعلم أخي المربي أختي المربية أنه في حالة الإصابة بالمرض يتم التحصين كعلاج لأنه يؤدي إلى التقليل النافق بالإضافة إلى استخدام المضادات الحيوية ومضادات السموم في ماء الشرب أما تحصين الأمهات وبعد الولادة فيتم حقن كل أم 3 سنتيمتر كالسيوم تحت الجلد وذلك لتلاف الإصابة بالكساح الذي يحدث عند أو بعد الولادة نتيجة نقص الكالسيوم في الأرانيب إذ يتم حقن الأم 1 سنتيمتر أوكسي تيتراسيكلين طويل المفعول تحت الجلد للوقاية من إصابة الرحيم وأيضا لمنع حدوث أي أمراض للأمهات والتي قد تحدث نتيجة قلة المناعة والضغط الواقع نتيجة الولادة يتم حقن كل أم 1 سنتيمتر كفوزال يوم الولادة أو بعد الولادة بيوم كمقوّن عام ومنشط أما البرنامج الخاص بالأرانيب عند الفطام فيتم تصويم الأرانيب لمدة 24 ساعة لتفادي حدوث ما يطلق عليه صدمة الفطام والتي تسبب انتفاخات وإسهالات ونفوق عالي في الأرانيب المفطومة يتم إعطاء تحصين كولوسيريديا وذلك بتنزل أي مضاد حيوي معوي في ماء الشرب ولمدة 3 أيام متتالية التي تحدث في هذه الفترة من العمر وكمثال إعطاء سيلفا زائد نيوماسين 1 جرام لكل لتر ماء شرب أما البرنامج الخاص بالذكور فيتم حقن كل أرنب 0.5 سنتيمتر فيتاسيلين تحت الجلد مرة كل شهر لزيادة معدلات الخصوبة والقوة الجنسية للذكور وهناك ملاحظة هامة وهي يجب تغيير نوع المضادات الحيوية كل شهر لتفادي حدوث مناعة ومقاومة من البكسيريا لهذه المضادات الحيوية للإشارة كذلك فهناك نوعان من التحصين هناك التحصين الفورماليني كما ذكرنا وهناك التحصين الزيتي والأفضل استعمال الفورماليني لسهولة الحقن ولا يسبب أورام مكان الحقن مثل الزيتي وتأثير التحصين يسمر لمدة شهرين على الأقل لذا الأفضل التكرى كل شهرين عند استخدام التحصين الفيروسي لا يجب التقيد بمواعيد التحصين للأمهات وترك السلالات بدون التحصين فقط لأنها كانت صغيرة أو غير موجودة وقت تحصين الأمهات لأن سنة فترة طويلة ممكن تنتج سلالات كثيرة لا تلحق التحصين بل يجب عند نمو دفع جدينا بين السلالات الأسرع بتحصينها أولا بأول بالنسبة لموت الأرنب بعد عملية التحصين هذا غالبا سببه أن الأرنب بالفعل قد أصيب بالتسمم البكتيري والمصل أسهم في نشاط المرض بشكل أدى إلى النفوق لذلك فمع أي تحصين يجب أن لا يعطى في وجود حالات مرضية أو شك في ذلك أما بالنسبة للبراغيت فالتخلص منها يتم بعملية التبدير أو التعفير لجسم الأرنب ببدرة ميلاثيون وعموما هي ممكن تنقل أمراض مثل التيفوس والطاعون وكذلك تسبب الحساسية التكنولوجية كل والانطواء في أحد أركان السلاكة وفي لحظة واحدة تموت للأسف هذه الأعراض تظهر فجأة خلال يوم واحد فقط وبعدها تموت على الرغم أنها في اليوم السابق تكون بحالة جيدة نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم الإفادة المرجوة شكرا على تتبعكم وإخلاصكم لقناتنا دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس ترجمة نانسي قنقر